اليوم سوف نتكلم عن القضية التصريب الخصوصيات للأشخاص اليوم سوف نتكلم عن القضية الحج الذي يتطلع للبادية واحد يقول لك سوف تكون فرخي للطو واحد سوف نطيحه سوف نقول لكم واحدة هذا الفيديو خاطر للغاية لا تزغلوا حتى نقطة وكملوه من الوال اخر ونطبخوا باللايكات والبرتاج والتعاليق اليوم سوف نتكلم عن القضية طلوع الحج للبادية نرى الطلوع دائما إلا وفيه وإلا وفيه لا نتكلم عن الناس كبير لأنهم يكونوا كبير كبير في السين وليك ليس كبير في العقلية ولا في بسبب الحاجة صراحة الله فوسيد العالم فوسيد الطالب هي هذه طلع كيف يقول لك احنا كنظن غادي طيحوا غادي طيحوا ديك الدر شوف تلك الحالتين طيحها فهي عار ووصمة عارع لهم ولعناء إلى يوم الدين أعطاها انشيحة موليداته أم الأحفاد يلوف كذلك فهي عار ووصمة عار عليهم إلى يوم الدين في النهاية كتبقى الدار المسروقة في النهاية كتبقى الضن ديك المحمد ورادية الضن واحد الأسرة صغيرة اللي بنوديك سكينة ديهم طوبة طوبة بنوها بالحلال وجل جد والأب وقالك أعز الولد ولد الولد جاء وخرجهم وحلف عليهم ووصلهم عليها المحاكيم وخرجهم بدمي بارد فهناك أقول الله يحسن العون والله يجعل الأواخر دينا خير إن شاء الله يربي والله يجعل خواتمونه خير والله يجعل خواتمونه خير ولكن في أحد نقطة يقول لك من شبه عليه شيء يشبه عليه ممكن الإنسان تكبر عاد رجع بهذه العقلية و بهذه القباحة هذه إلا وكان هيدك كان هيدك الطبع ديهم من الأول ولكن سوف نجعله كل شيء وقال الله هدي مخلاق كي يبقى الوالدين شنين ما عملوا فينا سوف ندوزه أنهد حميدة سوف ندوزه أنهد حميدة اللي كنشوفه هزا واحد ضغنة كبيرة مع محمد وليازيد وكأنه يعني فهمتي عارفينك معاون عارفينك واحد واحد الجنود من الجنود الخباتاء ولكن لماذا انتنا حقق على هات الشخص وان شرح هانم هديك واحد الإنسانة اللي عنده مشكلة على القناة اللي عنده مشكلة للعالم الأحمر اللي عنده مشكلة على الأطسنس اللي واحد الإنسان مريض عقليا اللي واحد الإنسان عنده الأنانية يعني كما كيقولوا غمروا الغرور ولكن انت شما حرقش طيتك انت أش حرقش طيتك ونزل واحد ستوري اللي كيقول أنا ما فهم والو الفهم يفهم غادي نقول لك واحد النقطة انت اللي ما صخناك شي طلعت فهمنا لأننا اللي ما فهمناك شي وما فهمناك شي شنك قد قصد علش ما فهمناك شي شنك قد قصد لأنك انت بالعقلية ديالك وبالمفهم ديالك انت اللي عرفناك أنا بعتول اللي موراكم ولي قدامكم والحق ديال الجدة ديالكم اداته وشرت منكم يعني جدة ديالكم ادات الحق في باظ ابنه اللي هو الأب ديالكم اللي ينزل ليها الرحمات وفي نفس الوقت اشرت منكم لي أني عندكم كتف باردين ومعندكم ش تجوا تخدموه كتبعوه كتاكلوه فأنا انت نبقيتي محدود مع واحد البارطما بحال يساكن في العمارة هذا هو الغل اللي أنه محمد بابها عامله ومحمد عنده الدراع وعنده الكتف ونفسه حرق انت نفسك ماشي حرق تلحظ باش كيعطوك ديالك 200 درهم في كل فيديو هنا جاتك غريبة وقلتي ما فهمت ونحن عادي نفهمها وخحنا ماشي معنده مع هاد العائلة ولك بحكم اللي كنشوفه واللي فهمنا أن السيد عمل فورنا في درد يلباه عمل فورنا في الأرض يلباه اللي حقو تمه ويختار البلاصة اللي بها ويعمل فيها الفورنا انتو مما بغيتو شد قسمه انتو مباعيين انتو مباعيين ويقومتو بحرين مجرد تعتقد المسابق ليزبط فنديو لانجوز يوجد قدية انتو مباعيين لا تسبب حرب انا حرب رأيج حرب كالحزام هدو توقف باك الوقت الوقت هنا قدير لانه ينهرب سوف يذهب إلى أوروبا ونهرب نحن لا تشرفون هربتي أو بقيتي نحن لا تريد أن تهرب نحن نتمنى من جنود انهم من الخافة انهم يعاونوك ويساعدوك ويعملو لك متسبعين لك الاستضافة وتخرج من هذا البلد لأنه لم تشرفناش ولم تحتاج إضافة إلى هذا البلد ولم تستفيدنا أيضا منك من هذا البلد إلا وأن خرجت الأبد لأنه يحلف ظلما وعدوانا جعلت الأبد لك يظلم لابنه جعلت الأبد لك يظلم لحافظه جعلت الأم لك تسخط على الابنه والحافظ جعلت الأبد لك يقسم تلكها بغير عدل جعلت والدخاك أن يجيبه في المحاكم جعلت أن أسل تشتصم ببيت وتخرج ظلما وعدوانا ما استفدنا منك كشخص أو كمواطن لا استفدنا منك وانو هاد السنين دي المحتوى ما استفدنا منك كشي حاجة ما خرجنا من عندكم شي وصفة ما خرجنا من عندكم شي برو جي نستفدو منه ما خرجنا من عندكم ما نتمشي حاجة خرجنا هو أن تعلمنا منكم منطقهش في العائلة تعلمنا منكم منطقهش في الوالدين تعلمنا منكم منطقهش في الخط دينا تعلمنا منكم الحاجة اللي هي سلبية ما تعلمنا منكم 별 شيء حاجة اللي احنا نستفيده منا ونفيده فهم الأحسن مجھوكنا تمشي احنا تق EM instructions لا يهمونا ولا نستفيد منك لا تربية ديلا الأولاد ديالك يعني عطتنا شينا م vimos جديد التربية حسنة لا تجد من الخرية، لا تريد من القرآن ثم لا تقوم بحساس إليها لا ترى أن تم التجيسات تقوم بشكل القرآن لا ترى أن تدقاء ملابسة إلى ما فعله فيها لا ترى أن ترى البروشرة أيضاً لتعاون الشاب والأحمد أن يتخدم ويعني وتعاون مع الزمن لا ترى أن تقوم بحساس إليها لا ترى أن تجد حساس إليك نهائيا فاش غنستفدو احنا منك ما عنا فاش نستفدو هنا اللي بغينا نقول لكم خوتي اخواتي المتسبعين دينا ان هاد الشخص هادا عالن الحرب على محمد ورادية وعلى الاخ ديالو واحد الحرب اللي هي ما عرفنش الله يحفظ مع الله يصير فين غاد خرج هاد سيد هادا غادي هو كيت مادا هاد سيد هادا ما جبرش اللي حدله السرعة من غير الله سبحانه وتعالى احنا ما كان نجدو حتب شي حاجة احنا الناس كان امنوا بالقادار وكان امنوا بالقاداء وفي ناحية هاد شي اللي اكتب عليكم محمد وراد يكتب عليكم هاد الاشخاص وهم اللي كتشاركوا معاهم الاكسيجين كذلك احنا كان امنوا بالقانون في البلاد هاد الشخص هادا غس يتحدله السرعة بالقانون لانه ما كيح شمش وليش اخوتي مشام وراء مرض الاخ ديالو ومرض النسيب ديالو وبقى فيه الحال كان بغي يجيبو يعمل بها فيديو في الطريق فيديو تاني ولكن يجيبو ديالو وداها وبقى فيه الحال كذلك اغنقلكم فيديوها تسافيها عائلة ملطخة بيعار ديال الظلم ديال عائل تانيت يعني عائلة كحلاوية من طراز فارس علاش لان عمرنا ما شفنا شي عائلة على هزة العلمة للحرب منزلاته مركة كلاشي يعني العم او الاخ اللي هو المعقل كي كلاشي انشير احكاد كلاشي كل شي كي كلاشي ولكن هنا يا غدا نقول لكم دائما وابدا كتبقوا انكم خليتوا وصمة عار في اليوتيوب المغربي خليتوا وصمة عار كجبالة خليتوا وصمة عار كمنطقة شمالية لانكم ما شرفتو ناس صراحة كيف ما كنا كان حلمو كانت منه يعني اتجبرتو وتبطرتو وما تخرجكم شطريفة مع الله سبحانه وتعالى مع الله سبحانه وتعالى محمد ماشي في المسيرة وغادي بنيتو وانتم ما قد حفروا له تاكدونهم كيدا ويكدوا لكم كيدا والله خير الماكدين غادي قلكم وكل ساق يسقى بما ساقى وغادي يجي واحد النهار وغادي يتفرجوا فيكم وبالمزيان لان اللي كي حفرن شي حاد ههراف الحفرة ديالو كبتحفر وكنت كنت من الجد والاب لاخر لحظة يخدم العقل ديالو ويكوش عنده هاد العقل بهالطريقة هاده السبيانية وكوقلكم الضر المصروقة شني ما تصرفتوا فيها غا تبقى وصمت عار على الجبين ديالكم الى يوم المبعوث خوتي اخواتي كانت من هذا الفيديو للإستحسان ديالكم ما تبقوا شلنا باللايكات والبرتاج تعليق محفزة دمتم في رعاية الرحمن والى الملتقى